تترنح التحركات التركية فيما يخص الملف السوري مؤخراً لتعطي مشهداً ضبابي المعالم ربما هي السياسة أو الخجل من قولها صراحة نحن سائرون نحو التطبيع مع من قتلت وشردت الملايين مع ميليشيا أسد تتضارب التصريحات التركية فيما بينها في الأمس أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جيليك أن الرئيس التركي عبر عن رغبته بوضوحة في التقارب مع نظام أسد ما أدى إلى تطور اللقاء من أجهزة المخابرات إلى لقاء بين وزراء الدفاع في موسكو يتبعه لقاء بين أسد وأردوغان على جدول الأعمال اليوم يقول وزير خارجية تركيا مولود جاووش أوغلو أن أنقر لن تطبع مع النظام رغماً عن المعارضة السورية لكنها التقت به ولقاء سوف يتبعه لقاءات وهو ما أكده أوغلو بأنه سيجتمع مع ما يسمى وزير الخارجية في حكومة ميليشيا أسد الشهر الحالي وعن فحو الاجتماع الذي عقد في موسكو بين نظام أسد وتركيا كشف موقع ميدل إست آي عن مصادر وصفها بالمطلعة بأنه لم يتم التوصل لأي صفقة وأن النظام الطلب من الجانب التركي تصنيف فصائل المعارضة على أنها جماعات إرهابية وإعلان مناطقهم مناطق إرهاب لكن ذاك الطلب قوبل برفض تركي وتداركاً للتطورات الحاصلة دعا تحالف سياسي يضم عدداً من منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة التركيز على دعم الحل السياسي في سوريا وبينما تتعالى الأصوات التركية للتقارب مع نظام أسد تغيب المعارضة السورية بشكل غير مبرر وتقبع تحت صمت مريب يدفع الجميع إلى التكهن بأنها إما راضية أو مرغمة